كنا فين وبقينا فين يجب فذكر إنما أنت مذكر الحتة دي في غاية الأهمية إحنا كنا فين في 2011 و2012 أن كان الواحد فينا بيخاف على أخته وعلى أمه وعلى بنته وعلى أولاده يقول لي يا رب أنت فلان رجعت بالسلام آه طيب الحمد لله ده في كل يوم في كل ساعة فما بالك دلوقتي أنت بتقول لي والله في حرب يمين وحرب شمال وصراعات وحروب ومشاكل ورغم ذلك أنت استحقاقك الدستوري مطمئن أنه بيتعمل في معاده وبيتعمل في وقته وبيتعمل من مؤسسات أنا بسميها كراجل سياسي أن مصر في مرحلة ما تسمى بالدولة الصلبة الدولة التي تستطيع أن تفي بالتزامتها وبتجعل مواطنيها بيعملوا الاستحقاقات الدستورية في مواعدها دون أي خوف أو دون أي مشاكل طيب مرة تانية هرجع للدكتور عبدالله المغازي رجل السياسة مش بس أستاذ القانون الدستوري في حد هيجي يقول لي يوسف طيب إحنا بنتكلم عن انتخابات ما أنا كان عندي قبل كده انتخابات فيها 13 مرشحة لها انتخابات 2012 فالمرة دي اللي عندي انتخابات فيها أربع مرشحين فقط تقوله إيه؟ لا الأمر مختلف بص أولا احنا شفنا الكلام ده في 2011 أو 2012 وأنا طبعا كنت بشكر المجلس الأعلى لقوات المسلحة كان في حالة من حالات الحب الشديدة ولأول مرة المصريين بنشوف طوابير كبيرة جدا في الاستفتاء الذي تم لو تفتكر في مارس فده بداية النجاح أنا باعتبر ده نجاح خلي بالك انت في دراستك لأي أمر سياسي وانت حضرتك طبعا أخ عزيز وصديق عزيز ولك باع طويل الأمور ما تقص نجاحها أني لازم يكون كل البنود متوفرة خلي بالك من حيث أنك انت الشفافية من حيث أن الناس تسجلت ونزلت من حيث من حيث كل الحاجات دي عامل نجاح لكن كنا بنفقد عنصر أني مين كان يعرف التلاتاشر مرشح ومين كان يعرف الأمور أن هي ماشية بكنحية سياسية ديمقراطية سليمة ما كانش فيه هذا الكلام وانت حضرتك عارف وانا عارف لدرجة أني كان في بعض الناس نزلت وعملت مرشح ويقولك احنا ندمنا وإحنا عملنا وإحنا 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 بس القصة كانت مقاييسها مختلفة كان في حالة سيولة سياسية حالة سيولة سياسية أكتر مما يحتملوا أي وطن وغير كده كمان أنت ما كانش عندك كمواطن الداتا القوية أنت كنت بتنتخب بالعاطفة نس كنت بتقول يا جماعة ومالهم ما نجرب ما نجرب ما ندلهم فرصة ما نشوف ما كذا ما كذا ما كذا حاجات كتيرة جدا ما كانش عندك المعلومات والبرامج اللي على أساسها بيتم العملية الانتخابية طيب بعد صورة 30 يونيو إحنا كان عندنا أنا أشرف أن أنا كنت مسك الحملة الأولى لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 كان متحدث رسمي وكنا بنتحدث إحنا كان عندنا لقاءات يومية يعني إحنا كنا بنتكلم بس كنا بنتكلم أنا وزميلي مصطفى أنا صراحة يعني كنت بقى أشفق عليه لأنه هو كنا بنبتدي الحملة من سبعة صباحا اللقاءات بتخلص حوالي الساعة 12 بالليل أنا ما كنتش بعرف هو بينام إمتى إحنا تقريبا شبه ما كناش يعني يدوبك بنخطف لنا ساعتين تلاتة بس اللقاءات كانت مهمة جدا 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 اطلعنا إحنا كشباب على ملفات كثيرة جدا وعلى أساسها أنا اقتنعت كواحد من الشباب إن أنا لا هيبقى صوتي ومجهودي مع هذا الرجل